اشتركوا في القناة استخدام الدوران والتكرار للكائنات واليوم بإذن الله سنقوم بحل ورقة عمل 3000 ورقة العمل دي شباب عبارة عن الشكل الموجود قبل التنفيذ عبارة عن الكرة الأرضية وأوجه القمر موجودة عندي طبعا تم رسم قوس واحد فقط ومطلوب أننا نكرر هذه الأقواس مع الدوران لتصبح بعد التنفيذ كالشكل التالي فتعالوا مع بعض كده نستدعي الملف الموجود في أوراق العمل الورك بيبر ناين هنفتح البرنامج كده طبعا احنا بنفتحها من قائمة فايل أوبن وبنختار من سطح المكتب صف الثامن تيرم أول نفتح الدرس الثالث مون بلندر عشان نفتح لنا كما موضح بالشكل ده طيب إيه المطلوب؟ أول شيء أنا أحدد الكوس ده بالضغط بزر الفارة اليمين تمام طيب وأروح لستورجن وقلنا أن إحنا عايزين نغير موضع ارتكاز الكائن موضع ارتكاز الكائن من موضع التقاء الثلاث محاور XYZ يعني ده المركز الأساسي اللي موجود عندي التقاء الX مع الY مع الزد موجود هنا لو أنا عايز أجعل الشكل ده يقوم بالدوران حول المركز مع استبدال مكان المركز اللي يكون هنا موجود في المكان ده طيب هنجرب كده ونشوف هنضغط على Set Origin أقول له Origin 2 3D Cursor تمام كده أو المكان اللي كان موجود عندي هنا لما أنا بحدد الكائن أصبح موجود في نفس مركز التقاء المحاور الثلاثة XYZ طيب أخذنا في الدروس السابقة التكرار وقلنا التكرار أستطيع أن أنا أضغط على إيه؟ Double Kate طيب لو ضغطت على Double Kate أصبح الكائن عندي إيه؟ منسوخ طيب وقلنا الدوران اللي هو Rotate واختصارها حرف الـ R وأبدأ أسحب أهو اتجاه اليمين واتجاه اليسار لحين ما وصل للمكان المطلوب أضغط بالزر الفارة الأيسر تاني تاني نفس الخطواتها قرارها مرتين الـ Double Kate أهي موجودة وطبعا فيه اختصار اللي هو الـ Shift D أول ما اضغط كده على الـ على الـ Double Kate فيه اختصار موجودة عنده هو في الرسالة اللي ظهر أمامنا لو عايز تختار Shift D لا فيش أي مشكلة خالص أو تضغط على Double Kate طيب الـ Double Kate هو بينسخ لي نسخة موجودة هنا طيب النسخة بتتحرك هيه؟ نسخة حرة لو أنا ضغط على الـ R الـ R اللي هو روتيت أصبح الدوران حول مركز المنصة اللي هو موجود ده دي يا شباب اللي احنا بنجيبها منين؟ من Set Origin واختار 3D Curse يعني إذن مركز القوس ده هو نفس مركز التقاء النقاط أو المحاور X و Y و Z تاني هنكررها تاني مرة أخرى Double Kate أهو صار فيه Double Kate حر الحركة حرة طيب لا أنا محتاج دوران R أضغط بزر الفارة بزر الكيبورد R عشان أكون بعمل دوران على إيه؟ ده مركز لو أنتم لاحظين عشان نفهم قصة اللي هو الـ 3D Curseur إن نقطة التقاء المحور X و Y و Z هي نفس نقطة مركز الدائرة اللي تم رسمها يعني الأقواص دي كانت بتلف كده حوالين المركز ده فالمركز ده أصبح هو مركز الايه؟ الدائرة اللي موجودة عندي لنا رسمتها باستخدام الأقواص تمام كده شباب؟ وكده نكون إحنا نتهينا من ورقة العمل أتمنى تكونوا استفدتوا اليوم أجزاكم الله خير واسلام